بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم تنشكر الناس اللي تدعمون القناة من بعيد ومن قريب تنشكرهم بزاف ان شاء الله بحول الله تعالى عدنا بزافة المواضيع هنضروع لهم اليوم هنضروع للنساء اللي تقولوا وحنا الجسد ديالنا غير مرغوب فيه بالنسبة المرأة المتزوجة احنا اليوم هنضروع لها المرأة المتزوجة اللي عندها رجلها اللي تيشوف فيها ما تيشوفاش جدهبة وما تتجذبوش عندها تيحاول هو تتحاول يديما تتقول لك أنا الجسد ديالي ما تعجبنيش اذا هو الراجل تيدخل فيها ديك قلة تيقا تيعطيها ديك قلة تيقا بابنها غير مرأة ما مرأة ما تتعجبوش او تيعطيها واحد طاقة سلبية بابنها ولو تكون تعجبوه ولو تكون جميلة هو من انه يبغي يحط يطيح من المرأة او يطيح لها بالمشاعر ديالها نحاولو اليومان نكتاملو الصورة ونزيدو نعطيو واحد الجاذبية للمرأة بمواد طبيعية الكريمات اللي سيكون عندك الكريمات اللي سيكون عندك في دارك تدهني بهم يديك تدهني بهم ذاتك وذك شي نحاول ناخد كريمات نحاول ناخد هدا كريم ديال الفم هدا فازلين هدا كريم ديال 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 دات كاملة تقدري تحليه وتقرأ عليه هنا نقول لكم مشاهدو تقرأ عليه ان شاء الله هتحاولي تحلي تحلي كل شي وتقرأ تحاولي تقرأ عليه كل شي تحلي المواد تمنى اللي تدهني بها رجليك تحاولي تحلي هدا هاد البودرة اللي تديرو الاطفال تديروها العيلات تديروها النساء تديروها البيطان ديالهم لانه فارحة زوينة تيال عندك تقرأ عليها الحليب كريم ديال جونسون كالي تدير كريم جونسون تهو نحلو ونحطو ونقرأ عليه ان شاء الله نقرأ عليه نقرأ عليه اه ان حاول نقرأ عليه صورة الواقعة كاملة بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة وصورة الواقعة ونقرأ لها ان شاء الله بحول الله تعالى نحاول نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ نقرأ عليها بسم الله الرحمن الرحيم نقرأها خمسين مرة ونقرأ لا اله الا الله خمسين مرة نصلي على رسول الله خمسين مرة ونقرأ واحد وخمسين مرة ألقيت عليك بحبسا مني نقرأها على هاد المواد ونفت ونفت لان هاد المواد وما نفت عليهم على حسب انني بغيت ندهنهم الوقت اللي نكون معاها الزوج ديالي نحاول ندهن الجسد ديالي كامل وقبول عام نحاول ناخد كرامات ديال ديال البدن وكريمات ديال الشعر ونقرأ عليهم هاد المكونات باش انك تحاولي جدبي الزوج ليك بالقرآن وبمواد طبيعية ما غتديري لا طلاسين ما غتحاولي تديري تاشي حاجة ما غتديري لا شمع ما غتديري شرويطة ما غتديري والو خدي تديري القرآن وغتديري شرع الله هو القرآن الدهني للجسد ديالك تيلا كان عندك شعار انه تيخسر لك البدن ديالك او تي او تي يحاول انه يخسر لك ذاتك تباني بصورة خيبة تتحاولي انت تطهر البدن ديالك بوصفة بسيغة من القرآن وانتي تدهني ديالك مواد طبيعية ومواد كريمات لتديري تديري الوجهك ندير في هاد القبول واندهل الملامح ديالي والجسد ديالي كامل لان المسامات كل شي غد يدخل فيهم ذاك الكريم والقرآن ولو انك لا حيأفدين تكوني مع رجلك هادك قرآن يطهر البدن في هاتحاجة الصباح تن نعوم طبيعي عادي ما كنت اشي مشكلة لان المسامات مشام هادك الكريم مشام على المسامات اذا ما هو ما ما هو غد جمعيه ما هو اوله اذا غدي هاد الكريمات تحافظ عليهم هاد تحطي تلما كياج ديالك تحطي الكحول تحطي قاعي كل شي وتقرأ عليهم صورة الواقعة مرة وحيدة وتنفتي عليهم كاملين وتقرأي هاد التسباحات اللي قتلك ان شاء الله غدي تكوني بهذيك الآية اللي قتلك وهلقيت عليك محبة مني تهييرا مزيانا 51 مرة وان شاء الله غدي تكونوا بخير وعلى خير وانتما اه امتيقنين بان غدي تكوني مع الزوج ديالك تكوني معاه مقبولة ان شاء الله تحاولوا تديروها وانتما هادو الكريمات ما تحطهمش في المراحد تحاولوا تحطهم في في البيت البيت اللي ستنامي فيه بيت النعاس تحطي هادو تكونوا في البلاكار ديالك يكونوا في الخزينة ديالك وتحطيهم ما تدخليهمش المراحد او الدوش تحاولوا تدهني الجسد ديالك داخل البيت من عس ديالك لان كل شي مقرع عليه ما بقى لي والو غير نقول لكم مع السلامة الى وصفة اخرى ان شاء الله حاولوا تدعموني وتعالوا الجرس وتأمونه وان شاء الله وتخلوا لي لي باش باش نكونت انا نزيد القدام ونحاول نساعد بالزابة الحويج نساعد الناس اللي محتاجين لي وانا محتاجين اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة